الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أهلا وسهلا بكم مع حديث جديد وراوي حديث من الصحابة الكرام روي حديث اليوم قائد فذ ومغوار سياسي بارع والي عادل ذكي سريع البديهة شجعته ندرة كان من أكبر الدعاة إلى الإسلام كان بارا بالضعفاء رحيما بهم يتودد إليهم ويقضي حاجاتهم كان يفعل ما يصب في مصلحة الناس والإسلام كان يمتلك إرادة قوية وعزيمة لا تلين كان يجازف إلى حد المخاطرة وكان يحرص على إقامة حدود الله الملقب بداهية العرب ساهم في فتوحات المسلمين في الشام وفلسطين وكان سببا لدخول الإسلام إلى مصر إنه الصحابي الجليل عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قصة إسلام عمر بن العاص قصة غريبة وعجيبة أسلم عمر بن العاص بسبب النجاشي ملك الحبشة كان هناك صداقة قوية تربط ما بين عمر بن العاص والنجاشي كان يحبه وكان عمر بن العاص دائم التردد عليه وكان يحضر إليه من الهدايا ما يحبها وكان أكثر ما يعجب النجاشي الأدم والأدم هو الجلد المصبوخ ذهب عمر بن العاص إلى النجاشي في أول هجرة للمسلمين إلى بلاد الحبشة وحاول أن يعيد هؤلاء المسلمين ولكن النجاشية بعد أن استمع للمسلمين رفض بشدة إعادة المسلمين فأخذ عمر بن العاص يفكر ما الذي يجعله هذا الملك يستمع إلى هؤلاء المصدعفين ويكرمه روى لنا الإمام الهيثمي في كتاب مجمع الزوائد ومنبع الثوائد قصة إسلام عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وهي باختصار أنه بعد جزوة الخندق اتفق عمر بن العاص وجماع من أصدقائه على الذهاب إلى النجاشي ملك الحبشة تحسبا لهزيمة قريش وعلو أمر محمد صلى الله عليه وسلم وجمع له من الهدايا ما يحب وكان أكثر ما يحب هو الأدم وهو الجلد المصبوخ ولما وصلوا إلى بلاد الحبشة رأى عمر بن العاص الصحابي عمر بن أمية الضمري رسولا من محمد صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي فظن أنه يستطيع أن يطلب من النجاشي تسليم هذا الرسول إليه فيقتله ويكون بذلك قد انتقم لكريش من محمد صلى الله عليه وسلم قضب النجاشي غضبا شديدا من عمر بن العاص على جرأته وقال له ويحك يا عمر أتعني واتبع فإنه والله لعلى الحق وليظهرن على من خالفه قال له عمر بن العاص وقد أنار الله بصيرته فتبايعني له على الإسلام فأجاب النجاشي نعم فبسط عمر يده وبايعه على الإسلام جزى الله النجاشي خيرا على رعايته للمهاجرين ودعوة عمر بن العاص إلى الإسلام من هنا أوضح أن الصحابي هو من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ومات على ذلك أما التابعي فهو من لقي الصحابي وآمن بسيدنا محمد دون أن يراه أو يلقاه ومات على ذلك وبناء على هذه القاعدة عندنا النجاشي فهو تابعي لأنه آمن بسيدنا محمد عن طريق الصحابة مثل غعفر بن عبد المطلب والصحابة الذين هاجروا إلى المدينة دون أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم أما عمر بن العاص فهو صحابي جليل لأنه لقي الرسول وآمن به ومات على ذلك والآن مع حديث اليوم عن عمر بن العاص رضي الله عنه قال فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلا أبايعك فبسط يمينه قال فقبضت يدي قال ما لك يا عمر قال قلت أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وآسف جدا على الإطالة ويريتكوا لنا نعمل سبسكرايب ولايك وشير للفيديو ويريت لو نزو صفحتنا على الفيسبوك كل يوم حديث هتلاقوا الرابط تحت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة